الحقيقة برضو كان فيه خبر مهم محتاجين برضو أقول لحضراتكم بكرة أول مطشاط فريق الكرة السلسيدات الحقيقة لعبوا بكرة سبورتينج في أول مباراة أو أول مباراة من البست оф سري كل التوفيق طبعا للفريق طبعا بقدمة الكابتن علي هاشم بكرة أول مطش تلات مطشاط مهم جدا لستارتينج لأنه هما مش بلعبوا زي الولاد بست оф 5 بلعبوا بست оф سري يعني ثلاث ماتشات أو الأفضل في ثلاث مبريات مهم جدا المبريات بكرة كل التوفيق في الأجهزة إن شاء الله يعملوا النتيجة جيدة جدا في أولى المبريات خلال فكرة المبريات بتلاقي بيوم بعد يوم زي الرجال يعني بكرة أول ماتش بعدي بيوم الماتش التاني بعدي بيوم الماتش التالي ممكن من روحش الماتش التالي لو فزنا بالمبرياتين الأولين يعني كل التوفيق لفريق كرة السلة سيدات الحقيقة اللي عام الموسم يعني جيد جدا السنة خلينا نروح لطبعا الكرة الطائرة سيدات بقيدة الكابتن حمدي الصافي بها هستلم ان شاء الله درع الدوري غدا في مباراة نادي زبالك خلينا أقول لحضراتكم الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مدير والفن الكابتن حمدي الصافي هستلم درع الدوري المتاز مع بنواجد الزمالك المباراة الحقيقة مش بكرة المباراة يوم الثلاثاء القادم في صالة المأولين العرب طبعا النادي الأهلي فاز على أصحاب الجياد من ثلاث جولات وحسب بطولة الدور العام ولكن مباراة الزمالك هي المباراة الختمية وهيتم أيضا يوم الثلاثة ناسف هيتم فيها أيضا تسليم درع الدور العام يعني الرجال بكرة إن شاء الله السيدات يوم الثلاثة وطبعا الأهل يدخل المطش ده ومحق الإعلام الكاملة مخسرش ولا مباراة برصيد تلاتة وستين نقطة فاس بواحد وعشرين مطش الحقيقة حاجة تشرف الحقيقة لما تلاقي فرقة كاسب الدور بدون ولا هزيمة وحصل على الدور قبل طبعا جولتين أو تلاتة طبعا يستحقوا اللقب اللي بيطلق عليهم زي ما الرجال بيطلق عليهم الماسترز فريق كرة طائرة سيدات بيطلق عليهم فتيات الزهب دي حقيقة وألقاب تتحدث عن نفسها